ترجمة نانسي قنقر ليس أشد على أي أب من أن يفقد ولده يا زلفة كان الله في عون يعقوب إنها جريمة العمر التي يجب أن لا نغفرها لأنفسنا لقد فهم يعقوب المكيدة حيث قال لهم ما أرحم هذا الذئب بيوسف حيث ترك له قميسه سليما لقد أيقن يعقوب أن هؤلاء الإخوة قد تآمروا على يوسف ولهذا فهو غير مقبل عليهم لقد خسرنا جميعا يعقوب حين خسر يعقوب يوسف ولن يعود يعقوب لنا ولا لأولاده كما كان يا زلفة لن يسامحنا أبونا على ما فعلناه بيوسف وهو غير مصدق لنا ما حدث حدث يا إخوتي ويوسف انتهى إلى الأبد لا تقل هذا ربما أراد الله ليوسف حياة جديدة نحن لا نعرفها أخشى على أبي من الهلاك إن الحزن لا يفارقه هي بضعة أسابيع وسيندمج أبونا في الحياة لا تقلقوا فإن نعمة النسيان لن تدعى ليوسف مكانا في قلب أبيه من أنت أيها الشيطان يا هودا من أين لك بكل هذا الشر؟ أعتقد أن المعركة القادمة ستكون بين البلاط الملكي وكهنة معبد آمون مولاي عزيز مصر نحن أقوى منهم بكثير نحن نملك القوة والسلاح وهم لا يملكون شيئا البلاط العالي للملك أمن حتب قد أرسل في طلبي سيدي الحاكم إننا جاهزون من أجل الحفاظ على ملكه أين يوسف؟ وأين زخار؟ مولاي عزيز مصر ماذا عن يوسف؟ هل علمته وهذبته كما طلبنا منك؟ يوسف هو القادم لكي يغير وجه الحياة في مصر ولكن لكن ماذا؟ يبدو أن خلافه مع الكهنة قد بدأ مبكرا معركتنا قد بدأت مع الكهنة ترجمة نانسي قنقر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زال يوسف منبهرا بحضارة المصريين في ظل حكم أمن حطب حاكم مصر ويليه عزيز مصر والمعركة القادمة ستكون بين البلاط الملكي ومعبد آمون وسيكون يوسف طرفا فيها وهكذا أهل الحق وأهل الباطل دائما في صراع لا ينتهي وكان عمل يوسف هو حسابات توزيع الطعام على كل من في القصر والمعبد نحن مع ما يقول يوسف ولكننا خدام معبد آمون ونأخذ ما تريده الآلهة هل آلئة لا تأكل كل هذا الطعام هذا ليس من شأنك أيها العامل الحقير ورأى يوسف بنفسه ما يفعله كهنة معبد آمون في البلاد وكيف يستأثرون بكل شيء من مال وطعام وملذات الحياة متعللين بأنهم خدام الآلهة من يوسف هذا يا كبير الكهنة؟ وكيف أمكنه أن يتسلل إلى قلب عزيز مصر هكذا؟ نحن لن نسكت على ما يفعله عزيز مصر وملكه أمن حتب لابد للمعبد أن يجهز نفسه للفتك بهما وتخليص طيبة منهما لا أريد أن أدخل هذا القصر مرة أخرى يا كبير الكهنة كيف ذلك؟ لابد أن نجند رجلا لنا داخل القصر حتى يأتينا بكل ما هو جديد إنها فكرة عظيمة فكرة عظيمة يا كبير الكهنة ولكن من هو هذا الرجل؟ لقد حددت اسما معينا يتمتع بثقة كبيرة لدى عزيز مصر تقصد نعم أعتقد أن المعركة القادمة ستكون بين البلاط الملكي وكهنة معبد آمون مولاي عزيز مصر نحن أقوى منهم بكثير نحن نملك القوة والسلاح وهم لا يملكون شيئا البلاط العالي للملك أم الحطب قد أرسل في طلبه؟ سيدي الحاكم إننا جاهزون من أجل الحفاظ على ملكه أين يوسف؟ وأين زخار؟ مولاي عزيز مصر ماذا عن يوسف؟ هل علمته وهذبته كما طلبنا منك؟ يوسف هو القادم لكي يغير وجه الحياة في مصر ولكن لكن ماذا؟ يبدو أن خلافه مع الكهنة قد بدأ مبكرا معركتنا قد بدأت مع الكهنة وكان يوسف الصديق عليه السلام يتفرغ للعبادة في جوف الليل يدعو ربه ويسبح ويصلي في الخفاء دون أن يراه أحد من الناس فهو في مكان لا يعترف حتى الآن بعقيدة التوحيد يوسف مولاتي تريدك ألمت أنك عبراني من بلاد بعيدة؟ لا تعرف شعائرنا ولا طقوسنا؟ أريدك يا يوسف أن تعلم كل شيء يجري هنا لا أدري لماذا كل هذا الاهتمام بك؟ وكان اهتمام امرأة العزيز بيوسف واضحا منذ دخوله القصر أريدك عائما بكل ما هو جديد عليك أريدك مكتملا دائما يا يوسف لا أدري ما الذي تخبئه الأيام لك يا عزيز مصر هل سيظل أمن حطب متمسكا بك؟ هل ستظل مسيطرا على الكهنة والمعبد؟ هل سيكون للخيانة دور في الإطاحة بك؟ مولاي الملك ماذا بك يا زوجي الحبيب؟ لا أدري حتى الهموم قد وصلت حجرة نومي ألا ترى هذا ظلما لي يا زوجي الحبيب؟ ظلم؟ أي ظلم؟ وعلى من وقع؟ فلولا وجودي على العرش ما كنت ملكة يا زوجتي فكفى بالحكم فخرا والحب يا مولاي أكن لك حبا كبيرا أنت تعلمين ذلك يا زوجتي وأنت تعلم أن الحب هو أقوى ما تتمناه المرأة من زوجي حتى وإن كانت ملكة وأنا لا أبخل عليك لا أبخل أبدا وتعلمين مدى حبي لك يا زوجتي هل سيكون الحب هو سيد كل ما يجري بهذا القصر؟ هل ستكون العاطفة الجامحة هي من تحول مسار حياتك يا يوسف الصديق؟ ربما فمن الحب ما قتل ومن الحب ما أنقذ أقواما من الهلاك وعبادا من الضياع يليئة هذا ليس موقف خلاف بيننا فنبي الله يعقوب هو زوجنا نعم ولا بد من المحافظة على حياته وراحته فقد كاد الحزن أن يقضي عليه لماذا أنت صامتة يليئ؟ أنتم من قتلتم القتيل ثم تواسون أهله وذويه أنتم من ضبرتم لكل ما جرى مع أولادكم وأولادك وأولاد بيلها إخوة يوسف كلهم شاركوا فيما حدث وماذا حدث يا زلفة؟ وأنت يا بيلها أحيانا يكون الصمت أبلغ من الكلام فماذا تريدان مني الآن؟ هيا يا بيلها يبدو أن القلوب ممتلئة بالكر ليس كرها إنما هي الحقيقة المرة صبي في عمر الظهور يفقد أهله وعشيرته بسبب حقد إخواته وحسدهم له علينا أن نتعاون لإنقاذ يعقوب يا زلفة يعقوب لن يضيع فهو نبي الله وقد علم أن الابتلاء هو سنة الله في عباده الصالحين الحزن على وجه نبي الله يعقوب لا يفارقه وماذا كنت تتوقع لنبي الله يعقوب بعد كل هذا الغياب ليوسف الصديق زاهد ما المانع أن نبحث عن يوسف يا زاهد؟ لا مانع فلنبحث عن يوسف نعم نبحث عن يوسف ولكن ولكن كيف يا تقي؟ كيف؟ سأحضر راحلتي سألف هذا العالم بحثا عن يوسف الصديق لا بأس وأنا أيضا سأجهز راحلتي معك يا تقي وسنبحث عن يوسف معا مولاة الملكة طاب مسائك طاب مسائك يا يشورة ماذا بك يا مولاة؟ أراك قلقة متوترة أشعر بملل الناس تحصد الملوك وزوجاتهم على الرفاهية بينما هم في بؤس أحيانا عليك أن تذهبي للإله أمون في أقرب فرصة نعم أريد أن تحل علي بركة أمون أين يوسف يا يشورة؟ يوسف؟ في حجرته يا مولاتي هو بخير؟ اطمئني يا مولاتي إنه بخير ضغي يوسف تحت عينيك دائما حتى يظل سالما وبخير أمر مولاتي اذهبي لتنام يا يشورة أيها الزمن لا تقترب مني فإني أعتبرك عدوي الأكبر أهلا 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 برجلنا رجل المعبد في بلاط العزيز ترجمة نانسي قنقر